تبنى مجلس الأمن الدول بالإجماع قرارا يدعم وقف اطلاق النار في سوريا والذي تم بوساطة موسكو وأنقرة لكن المجلس لم يصادق على تفاصيل الخطة التي تماهد لمفاوضات أستان عاصمة كازاخستان نص القرار الذي تم تبنيه إثر مشاورات مغلقة أشار إلى ترحيب ودعم المجلس لجهود السلام التي تبذلها موسكو وأنقرة وأخذ علما بالاتفاق الذي توصلت إليه في 29 من الشهر الجاري مذكرا بضرورة تطبيق كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة حول سوريا وطلب المجلس أيضا بإيصال المساعدات الإنسانية في شكل سريع وآمن ومن دون عوائق للسكان المدنيين ينضم إلينا الآن من نيويورك أحمد فتحي رئيس تحريق قناة ATN أستاذ فتحي أهلا بك معنا مجددا على فرانس 24 لو توضح لنا هذا التبني الذي قام به مجلس الأمن الدولي قرار يدعم الجهود التركية الروسية ولكن من دون ربما تبني رسمي للخطة التي تماهد لمفاوضات أستان أنا أعتقد أن أهم نقطة حققها هذا القرار هو الإقرار بمرجعية جينيف الوسائق الصادرة وأن أعتبر اجتماع القادم في العاصمة الكازي خستانية أستانا هو خطوة تمهيدية إلى الاجتماع المزمع عقده في جينيف في الثامن من شهر فبراير شباط القادم هذه أولا من وجهة نظر أعضاء المجلس أنه لن يتم تبني مرجعية جديدة جينيف هي ما زالت الوسيقة قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن هي الأساس القانونية لها وتحديدا قرار 2254 الصادر في ديسمبر من عام 2015 والقرار 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية والتفتيش عليها في سوريا فهذا في اختصار هو أبرز ملامح القرار أعضاء مجلس الأمن لم يريدوا أن يعطوا شيكا على بادل إلى روسيا وتركيا في الملف السوري لأنه عندما يتم إقرار الخطة التي وضعها الجانب الروسي والتركي فإنه يتم أيضا الأغز في الاعتبار ترتيبات على الأرض من ضمنها نقاط تفتيش أعضاء مجلس الأمن اللي يريدنا تدخول فيها حاليا ولكن يهم الأعضاء جميعا هو توصيل المعونات الإنسانية والتي نتعشم أن يتم السماح بها من الجانب السوري وجانب الفصل المعارضة المسلح شكرا جزيلا لك من نيويورك أحمد فتحي رئيس تحريق قناة اي تي ان موسيقى